مصطف الشحود كاتب وممثل مسرحي أكتب بالقصة القصيرة والمسرحي طبعاً كتاباتي كانت على فترة زمنية أكثر من عشر سنوات عرض الفيادة أكيد موجودة عندي لكن لم ترى النور حتى الآن بسبب الحصار الذي نحن فيه طبعاً دور النشر اللي موجودة بتكاليفة البائزة جداً هذا سبب من الأسباب اللي أنا فيه لكن أتمنح أنه المجموعات اللي عندي والكتب اللي عندي ترى النور وبالأخص أنه من رحم هاي المعاناة ومن الواقع الاجتماعي اللي احنا فيها أنا عمار الأمير من مدينة إدليل أكتب الكبار والصغار نشرت خمس كتب على مستوى العالم وثلاثة كتب لم أنشرها بعد أكتب في الأدب المنتمي وأحول صراخي وصراخ مدينتي إلى قصص فمهمك المثقف هو حمل الحقيقة في وجه القوة لم أستطع أن أنشر ثلاثة كتب لا أسباب كثيرة أنا في مدينة المحاصرة لم أستطع أن أحضر حفل توقيع كتبي هناك جائزة حصلت عليها جائزة عالمية لم أستطع أن أحضر الحفل ختامي لها وأحصل على جائزتي لا يوجد في مدينة إدليل وريفا دور نشر فقط مطابع فدور نشر يجب أن تعطي للكاتب حقه وأن تكون هي الأب الشرعي للكتاب بأن تعطيه رقم دولي يحفظ حقوقه أتمنى أن أنشر كل كتبي وأتمنى أن تزيد إلى ما لا نهاي لأن في جعبة الكثير لكن هناك أمنية عامة أحبها خاصة لي أن أكون تلك اليد التي تمتد لكتاب كثير لم يستطيعوا أن ينشروا كتبه نور ديل إسماعيل شاعر وكاتب أذبة عند رواية منجزة من 2014 ومجموعة من القصائد الجاهزة المؤرشفة في أرشيف ورقة وأرشيف الكترونة وحاليا أعمل على كتابة رواية انطلقت فيها صار لفترة وقريبا ستجازة إن شاء الله لكن المشكلة الكبيرة التي نعينها منها أن لا توجد دور النشر وطباع حقيقي في إدليب ودور النشر المتواجدي في الخارج يعني في عدة صعوبات أمامك لحتى تحسن تتواصل معها وتنجيز هاي الأعمال بالإضافة للأجور المرتفعة غير متناسبة مع الوضع اللي نحن عايشين وهو في الداخل نتمنى في يوم الأيام هاي الأعمال اللي نحن كتبناها ومثل كتيرين أنه توصل ونحسن نوصل صوتنا ومعاناتنا ومعانات أهلنا لأنه بالنهاية نحن عم نعكس معانات الناس اللي عايش في الداخل وشكرا لكم